أكد المنصق العام للحوار الوطني ضياء رشوان أن الحوار الوطني قائم على أساس التفاعل بين جميع الأرعب جاء ذلك خلال الجلسة النقاشية من الحوار الوطني والخاصة بلجنة التقافة والهوية الوطنية المندرجات تحت المحور المجتمعي لمناقشة مستقبل التقافة في مصر وسبل تعظيم الاستفادة من المؤسسات التقافية المصرية وأشهر المنصق العام للحوار الوطني إلى عقد 40 جلسة نقاشية سابقة لم تشهد أي خروج عن ضوابط الحوار بل اختلاف رؤى في سياق من الاحترام وتفاهم ويهدف الحوار إلى إبراز أهمية التقافة باعتبارها المحتوى المعنوي للتنمية والمواطنة وتقدم ما يستدعي بل ورطة عدة رؤى تتري هذا البناء المعنوي الذي يحتاجه كل المصريين